سيد الحياني اليوم الإطار التنسيقي أو خلينا نسمي القوة السياسية الشيعية متهمة بعدم تمرير قانون العفو العام أو تعديله أريد أسأل أنه شنو اللي استجد اليوم حتى يتم إدراجه يعني اليوم أكو أعضاء بالإطار التنسيقي يقولون نحن ما نعرف شلون تم إدراجه على جداول الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم بداية سلام على حضرت تيتش والضيف العزيز والحضراتكم جهونكم الكريم حقيقة العفو العام هو هذا موضوع قديم مجديد يعني سبق أن صار قبل قانون العفو عام وآخر جول اللي كانوا الفاسدين والمرتشين وغيرها فاليوم القوة السياسية في الإطار التنسيقي ترى بموضوع العفو العام يعني بعدة نقاط جوهرية مفرضة أن تطبق نحن نحتاج اليوم هذا العفو لأنه تعرفين حضرت تيتش اليوم السجون المكتظة بالنزلاء وأصبحت الأعداد اللي بيها فوق المقرر بس آني سؤالي واضح بس خلق أريد لنحج على نقطة نقطة بالقانون بس آني سؤال اليوم شلون أدرج هذا القانون يعني أدرج غير بيعمار أكو اتفاق أكيد سياسي على هذا الموضوع واليوم مثل ما كان يحشي الضيف العزيز الحمد لله اليوم القوة السنية أو الكتل السياسية السنية راضي على رئيس وزراء أول مرة هاي طبعاً ومعدكم رضاء على أي رئيس وزراء بس اليوم سيد السودان يمكن زيان وياكم زيان وياكم دليل على موقفنا السابقة أنه إحنا ما عدنا مشكلة يعني ما عدنا مشكلة شخصية مع شخص لا لا يعني سيد السودان ده أسمع أني جيت بالأخير ده أسمع كلامك حضرتك زيان الحمد لله راضين بس علي طاربا راضين ليش بأعرف اشتركوا في القناة